التقرير الدوري الذي يعده القسم عن الحالة السياسية وبعض القضايا المهمة في العراق في تقريره الدوري الأخير عن الواقع العراقي تناول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق التطورات في الشاحة العراقية حيث أكد التقرير استمرار عملية الشد والجذب بين الأطراف المتصارعة على السلطة والسمرار المحاولات الداخلية والخارجية لاحتواء الخلاف على نتائجها في دليل على أن العملية السياسية هي سبب الأزمات في العراق وأن تداعيات الانتخابات الأخيرة هي الأخطر منذ أحداث عام 2003 باعتراف عدد من المشاركين في العملية السياسية بعدما أصبحت لغة السلاح خيارا بين المتصارعين وفي المحور الثاني صلت التقرير الضوء على الجرائم الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات في محافظة ديالا وخصوصا فيما يتعلق بعمليات الحرق والنهب والإعدامات الميدانية في قرى المقدادية وامتداد هذه الجرائم إلى مناطق أخرى من ديالا ضمن خطة تهجير ديمغرافي ممنهجة تنفذها الميليشيات بتوطئ حكومي ولا ينفصل ذلك عما يجري في حي البكرية في منطقة الغزالية حيث قامت حكومة الكاظمي بتهجير قسري لسكان الحي ولا سيلاء على مساكنهم وأراضهم ومنحها لضباط جهاز مكافحة الإرهاب المكون من عناصر ميليشيوية متنفذة وليس بعيدا عن هذه الجرائم تطرق التقرير إلى قضية التصفيات الجسدية الجماعية في المعتقلات الحكومية ولسيما في سجن الحوت حيث تم اغتيال أكثر من 12 معتقلا عن طريق التعذيب والإهمال الطبي المتعمد وينطبق ذلك على ما يجري في بقية سجون الحكومية ولم يغفل التقرير قضية اللاجئين العراقيين على حدود أوروبا ووضعهم المأسوي في ظل تعرضهم للانتهاكات والضرب والتجهل الحكومي لأوضاعهم مبينا أن الكم الكبير من اللاجئين هو مؤشر خطير على سوء الأوضاع في العراق وكذلك تطرق التقرير إلى إغلاق الحكومة مخيمات نزوح في الأنبار لأهداف سياسية بحتة في ظل عقابات كبيرة تقف أمام حل أزمة النزحين ويعادتهم إلى ديارهم وتوفير الخدمات الأساسية وفي المحور الأخير من التقرير أسف القسم السياسي في الهيئة لقيام مسؤول المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنياء بتهنئة مصطفى الكاظمي على سلامته بعد قصف منزله معتبرا أن هذه الخطوة تخالف قيم حماس في التحرر والاستقلال والدفاع عن الأرض وعدم إطفاء أي نوع من أنواع الشرعية على حالات الاحتلال والظلم وانتهاك حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر